في شأن آخر أعلن الرئيس الإيراني أنه سيتم فتح تحقيق في وفاة الشابة مهسة أميني التي أثارت وفاتها داخل قسم لشرطة الأداب احتجاجات واسعة في البلاد نعم رشيد ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منظمات غير حكومية أن عدد قتل الاحتجاجات في إيران ارتفع إلى أكثر من ثلاثين قتيلا مع امتداد المظاهرات إلى مدن جديدة إيران الاحتجاجات المشتعلة على حالها منذ أيام المظاهرات المنددة بوفاة الشابة مهسة أميني في قسم لشرطة الأداب تتمدد من مدن إلى أخرى طلاب يتقدمون احتجاجات تخرج من الجامعات نهارا قبل أن تتحول إلى مواجهات ليلا مواجهات يزداد أعداد القتل والموقفين فيها كما تجمع مواقع المعارضة والجهات الرسمية في ظل انقطاع لخدمة الانترنت وحجب تطبيقين انستجرام وواتساب وبعد أيام من تواصل الاحتجاجات خرج الحرس الثوري عن صمته في بيان اعتبر أن إثارة الحرب النفسية والدعاية الإعلامية من خلال تحريض الرأي العام في روايات وصفها بالكاذبة ليست سوى مثال من قائمة أفعال نظام الهيمنة الصهيونية على حد وصفه بيان الحرس الثوري أتاح التخمين بأن الأمور ربما بدأت بالخروج عن السيطرة بعد مظاهرات انطلقت على خلفية وفاة محسى أميني قبل تحولها إلى احتجاجات ترفع فيها عنوين سياسية هكذا هو المشهد إذن كرة الاحتجاجات تتمدد بينما تخشى طهران من استغلالها في ذروة سراعها مع الغرب بشأن ملفات كثيرة وعلى رأسها الاتفاق النووي نضم إلينا من طهران مرسلنا حسام دياب حسام أهلا بك إذن بعد الأحداث التي شهدتها إيران والتخمينات بعد بيان الحرس الثوري الإيراني تقول بأن الأمور خرجت عن السيطرة كذلك واشنطن تصلت عقوبات على حرس أو شرطة الأداب في إيران كيف يبدو المشهد ميدنيا الآن لديك من خلال المظاهرات وكذلك من خلال طاعة الحكومة مع الوضع يعني يمكن بداية القول بأننا أمام مشهدين مختلفين هنا في إيران هناك روايتان متضاربتان الأولى هي رواية المتظاهرين ومن يقف وراءهم من وسائل الإعلام مدعومة من تيارات تصفها الحكومة الإيرانية تصفها إيران بأنها تيارات معارضة تحاول الركوب على موجة هذه المظاهرات التي انطلقت منذ نحو أسبوع على خلفية وفاة الشابة الإيرانية مهسة أميني هذه المظاهرات كانت ليلة أمس وهو يوم عطلة بطبيعة الحال يوم الخميس لم يكن هناك مظاهرات في الجامعات الإيرانية لكنها وكما هي العادة تبدأ بعد الساعة السادسة مساء وتستمر حتى الساعة الثانية عشر ليلاً تركزت هذه المظاهرات خلال ليلة أمس على ما يبدو في بعض أحياء طهران بشكل أقل عن ما شهدته إيران خلال الأيام الماضية لكنها انتشرت بشكل أكبر في مناطق شمال وشمال غرب إيران في بعض المحافظات كان هناك توقيف من قبل قوات الأمن الإيرانية لبعض المتظاهرين إضافة لوقوع بعض الإصابات في المقابل هناك رواية أخرى هي الرواية الرسمية التي تتحدث عن أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة أو تخرج عن محتواها الأساسي المطالب بإجراء تحقيقات وإجراء آليات أو تعديلات مناسبة في آلية تطبيق قانون عمل شرطة الأداب وما إلى ذلك بعض التيارات بدأت تخرج هنا التيارات الموالية وخاصة داخل البرلمان بدأت تتحدث عن أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة وتذهب باتجاه تخريب للممتلكات العامة وما يشبه الإهانة للمقدسات الإسلامية في بعض المحافظات تحديدا في مشهد ومحافظة قم المعروفة بجوها المحافظ بطبيعة الحال مع مطالبات من قبل البرلمان وبعض التيارات الموالية كما قلنا وحتى من بعض التيارات التي كانت تصف هذه المظاهرات بأنها محقة في البداية كانت تقول بأنه يجب التفريق بين هذين الأمرين بطبيعة الحال وعدم السماح للأمور بذهاب نحو تخريب للممتلكات العامة وهذا ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين في بعض المناطق في وسطها مظاهرات حسين ما هي المطالب التي توجد على هذه اللافتات في المظاهرات وهل فعلا تتعارض مع مطالب عائلة مهسا أميني كما ذكرت العائلة بأن مطالب المظاهرات تختلف مع مطالبهم فيما يتعلق بعائلة مهسا أميني وحسب ما تنقلته وسائل إعلام مختلفة والد مهسا أميني حاول أن ينأى بنفسه بعيدا هو وعائلته عن ما يجري في الشارع قال بأن المطالب الرئيسي كان بالنسبة للعائلة هو إجراء تحقيقات فيما يتعلق بهذا الأمر تحديدا وأن الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين الرئيس الإيراني جرى تأكيد من قبل الرئاسة الإيرانية على أن هذا الأمر سيتم أخذه بعين الاعتبار وأن التحقيق الجاري من قبل الرئاسة هو تحقيق خاص بعيد عن كل ما يتم عرضه في وسائل الإعلام الأخرى لكن تختلف الشعارات المرفوعة في إيران هنا من قبل المتظاهرين باختلاف المناطق تشتد حدتها مع اجتداد الاشتباكات على ما يبدو في بعض المناطق هذا ما تحاول وسائل الإعلام محلية نعم وصلت الفكرة حسان أود أن أطرح عليك سؤال هل يتعلق بالملف النووي عمليا؟ يعني مطالب طهران بحسب الولايات المتحدة لا تتماشى مع السياسة الأمريكية وبنفس الوقت الرئيس الإيراني يقول أنه بحاجة إلى ضمانات من واشنطن هل نفهم أن واشنطن ترفض هذه الضمانات؟ أم أن هناك بالفعل مطالب ترفضها إيران؟ وما هي إن كانت موجودة؟ فيما يتعلق بالملف النووي حصرا يبدو بأن زيارة الرئيس الإيراني إلى نيونيورك كانت فرصة بحسب وسائل الإعلام المحلية وجهة النظر الرسمية لتقديم وجهات نظر إيران حول مختلف المسائل وليس فقط البرنامج النووي الملف النووي أو ملف المباحثات الجارية في فيننا ويبدو بأن وجود علي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين شكل فرصة للوفد الإيراني لإجراء ما يمكن وصفه باللقاءات الثنائية الجانبية مع عدة أطراف خاصة الأطرف الأوروبي بالنسبة لإيران وما تحدث عنه الرئيس الإيراني ليلة أمس في مؤتمر صحفي مطول مع عدد من الصحفيين العرب والأجانب بطبيعة الحال قال بأن هذا الملف لن يتم إغلاقه أو لن يتم التوصل إلى اتفاق قبل إنهاء موضوع الضمانات ويبدو بأن إيران تحاول حصر هذه المسألة مع الوكالة الدولية لأطاقة الذرية بالنظر إلى أن تصريحات الرئيس الإيراني لم تتطلق إلى واشنطن أو ترويك الأوروبية ولكنه ركز على أن تقارير الوكالة كانت تفيد خلال الأشهر الماضية بأن الملف الإيراني كان ملف سلمي والتقارير تؤكل ذلك بطبيعة الحال شكرا جزيلا حسام دياب مرسلنا من طه